نبدأ بالصوبة طبعا. نابعا. اه لسه انا احنا لسه. لسه صوخ. لسه صوخ. اه. بس عالسه اخذكم الاول في زاوية تانية. ام. شكل والتنظيم والاهل والزمالك والروح الرياضية بعيدا على المنوشات الصغيرة اللي حصلت. انا احب اتكلم على الحاجات الكبيرة الاول بقى كان نيجي على الحاجات الصغيرة دي نتكلم عنها ببساطة. بس الشكل بشكل عام كان طالع شكل حلوه اوز معمود. نابعا. وده للمرة الخامسة. صح. التنظيم. عاوز اقول انه بامانة اصبح يعني انا اشقاء في الامارات متميزين. محترفين. اصبح محترفين في الحدد. اصبح هناك خبرات. اصبح انه الهدف واضح. انا باستطيع اكبر في الاتين. من اكبر في الاتين دربيات في الوطن العربي. الاهل والزمالك. لما يبقى عندي موجودان عندي بيعملوا عندي فر. بيعملوا عندي شغل. بيعملوا عندي احاجات كترة جدا. بيعملوا عندي اجواء مميزة. هم نجحوا في انهم اقدموا نفسهم في المباريات السابقة اللي تم تنظيمها للصوبر المصري. ونجح بضرة كبيرة جدا. وكل مرة بتزداد وبتقل العيوب. يعني عاوز اقول لك ايه. كل مرة تزداد وبتقل العيوب. وتبقى المميزات اكبر والمساحة اكبر والوضع اكبر. وفي دروس من خلال. انا الشيء المميز عن مرة دي شفته انه جمهور من الاهلي كتير جدا كان موجود من جماهيرنات الزمان. يعني اه كان فيه جمهور اهلوية كتير موجودين من الزمان. انا عاوز اقول ايه. احنا نقدر نعمل الكلام. اه نقدر نعمل الكلام. نقدر نعمله باللواحة الواضحة بس تطبق بقى يبقى انت ايه. وخلي بالك انميزة التصوير. يعني حتى انت تعرف تجيب اللي فيه المدرج وهو قاعد مغير ما يشوف احطر. هنجيبه بلبسه. اه جيبه بكل حاجة. الملعب كله زي ما تقول دايرة دايرة مغلقة. لكن نجاح مجلس ابو ظابر رياضي اشارة واضحة لحجم الجهد اللي اتبزل وانه دا ما جاش من فراغ. دا تراكمات سنين وصل فيها الاشقاء الى المرحلة اللي احنا فيها. هم شافوا في الاهل في الزمانك الشيء اللي بيعمل حالة رواج. وطبعا كل القريبين كانوا موجودين هناك وشافوا بلبسهم النظام والالتزام والدخول والخروج. وبعد التذاكر والتصوير واللي تعاملته كمان من قارة طب ظابر الرياضية والاكتر من رائعة. صحيح. الكمان خفت برضو اه فيه حبة مناوشات لك فيه الجزء الاجمل والاروعة هو الافضل اللي احنا نحط عليه. عايزين ندخل في ذلك يا جماعة لان احنا بصراحة تعبنا وزهقنا من اللي بيحصل. من المناوشات دي ومن الخروج اللي غير مبرر. احنا احنا عاوزين يا جماعة نفسنا ينتهي الموتش. اه بانه الناس تبقى مع بعض وتسلم مع بعض. بدلا من نقعد نمص مع الشفاف ده. ونحنا نتفرج على دولات اوروبية وإيه الحلاوة وإيه الجماعة. وإيه عم الروح دي. ليه ما تبقاش اتعرف في حاجة واستاذ شريف شريكنا فيها كمان. احياة الناس تتهمنا. تتهم من يتعامل يتعامل مع او يشتغل في الاعلام. مقروق. مسموع. مرقي. يقول لك ما هو انتو بتحبوا الخناعات دي. وانتو عايزين الخناعات دي. وانتو عايزين الخناعات دي. ايهاد. وعايزين دولول الوقت الناس بتترفع بعض بتخانين مع بعض. كنت دايما بطلع اقول له يا جماعة امنا ممكن اطلع برضو اخد الوقت الساعتين ده وتتكلم ان الكرة هيتحل والنهاردة وليه واربعة اتنين وربعة تلاتة واحد. وكلام هيبسطك برضو. اه طب. يعني اعرف اشتغل. اه طب. انا اكيد. يعني حلاج بتبقاش بتروح وتقول ايه? يا رب بتحصل خلال النهاردة عشان اعرف اكتب مقار. انا بس بحاول يعني احاول اوصلها للناس. لا 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 انت بتدور وانت يعني وانا بكتب الماتش. اه. بدور على عبقريت مدرب. ايه. على عمل فكرة. ام. وزاك يعني فترات اللي فاتت كنت بتاعتقول ايه? يا طرى مانويل زي يعني هنا؟. حيفكر ازاي؟. ايه. كل ففاجئ؇ يا طرى مدرب مثل الملك هيعرف بعد جوزيا هيوقف عندي حد وفين ويروي فين وياخد في الفتتاء. يا طرى فلان وعلان. يا طرى فريرا فاكر ازاي خلص الماتش بدري. اهو ربع سوب الماتش الكاس. و cemetery halfal وعمل وحرم الاعلي من كل حاجة نوصل. الاعجاب ده الحاجات اللي بتحطf الحاجات التانية. حاس اقولي يا جماعة. اللي بحب بدور على على اللقطة المش كويسة وانه هو يبرز يبرزها بصورة كاملة بكافة جوانبها سكان هو حريص على انه كمان متابعينه بيسق فيه يأما لو ما عندهش المعلومة كاملة ما يلقيش بأوراقه نقصة لانه في الاخر المتابع خلي بالك مميز جدا مش سهل مش هينسهالك يقولك انت جيت في الحتة الفنانية ركزت و جيت في الحتة الفنانية حتى لو انت عندك انتمائك لمكان ما لكن لابد يكون المفصل الاساسي بالنسبة لك هو دميرة انا عايز سمع رأيك بس شريف في الجزئي دي عشان دي نقطة مهمة جدا وكويس ان الحوار خدنا ليها بص يعني اولا طبعا لازم نشهيد بالتنظيم الجيد وده حاجة طبيعية جدا في الامارات وفي اكتر من الدولة خليجية في تنظيم التظاهرات الرياضية وده مش اول مرة ومش سوبر بس المصري اللي بتتنظم بالطريقة دي في الامارات شفنا اكتر من كاس عالم اللي اندية التنظم في الامارات شفنا بطولات كتيرة كاس عالم الشباب اكتر من بطولة نظامة الامارات وبتزق تهرج بنفس المشهد ده فيه التزام فيه لوائع فيه قوانين فيه ناس متخصصة ناس فهمة يعني ايه تخرج مباراة بالصورة اللي شفناها دي فيه قنوات ناقلة نفس الحكاية يعني فده مش جديد عليهم ومش غريب عليهم واي كلام بيتقال في الموضوع ده طبيعي جدا 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 عندهم واي مباراة لها كده حتى لو مباراة في الدول الاماراتي فده طبيعي جدا والشيء محمود جدا وشيء لاجب ان احنا نستفيد منه ونتعلم منه ولكن حضرت بتتكلم في جزئية مهمة جدا وهي اللعب على وطر الازمات ايه ايه او ان انت تدور على صراع عشان تشتغل للأسف الشديد للأسف شديد اه يعني احنا بنقول طبعا ان احنا في زمن السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي ولكن هناك بعض الاعلام يتحمل جزء كبير جدا جدا من هذه الازمة من ينتبون للأعلام طبعا في اعلام هادف في اعلام محترم في اعلام يركز على الايجابيات ويعالج السلبيات يعالج السلبيات وفي اعلام معاييره واحدة حيادية مش معاييره مزدوجة يعني ما بي يعني انا ممكن ابقى منتمي وعبر عن انتمائي ده بمنتهى الحيادة ومنتهى الاحترام ومنتهى التقدير للمنافس ولكن لا اهين المنافس او لا اقلل من المنافس وانا بعبر عن انتمائي ده ولكن ان انت وانت بتعبر عن انتمائك او انت بتشيد بمن تنتمي ليه تهين المنافس او تقلل من حجم المنافس او ده ده هو اللي بيعمل الازمة في جزئية تانية وهي جزئية البحث عن الترنت اننا اطلع اقول عكس الناس يعني امشي عكس الطيار بحثا عن الترنت وبحثا عن الهتاف بيا بقى سلبا او اجابا يعني معا وضد فده كله سبب الازمة اللي احنا وصلنا اليها دلوقت انا هقول لكم